أكيد احنا في الأول خلي نتقدمه بالتهاني لقوات الأمن الداخلي في عيد 68 وثانيا أكيد هي عملية نوعية أطاحت بخلي نقوله رأس مهم لأنه كنقوله أمير كتيبة جند الخلافة مهم جدا كما حكايا سامي هو بنك معلومات وأهمية العملية هذية ونوعيتها في أنه تم القبض عليه وهو حيا وهذه المهمة لأنه مش يكون كنز معلومات ونجم يكون زادة جزء حتى من الأبحاث الأولية هي الأفضت إلى القبض على زوز عناصر أخرى في وقت قياسي لأنه عادة وقت يتم القبض على عنصر المجموعات الأخرى تزيد تتوغل تحت الأرض تدخل تحت الأرض لأنه تخاف تبقى في أماكن آمنة باش ميتمش القبض عليها كان يبدو اللي كنتائج أولية ثم معلومات سرعت في عملية القبض على زوز عناصر أخرين اللي ما يقلوش عليه خطورة في الجانب هذية أنا بشكل عام مش نقول مؤخرا ثم العديد من العملية النوعية تقريبا دوريا صحيح مش برشا بمعدل كل ثلاثة شهور أربع شهور لأنه تراجعوا هما تقريبا معزولين خاصة الموجودين في الجبال نظرية اللي هما موجودين في الجبال ما يبدوش ميصحح لأنه هذية تم القبض عليه وهو بصدد تسلل هذية يطرح زادة نقطة استفهام على بعض الحواظن التي بقيت توفر بعض الدعم اللوجستي للنس هذون حتى في الحد الأدنى المتعلق في التزويد بالماءونة بالأكل بالماء بالجانب هذية يلزم يتم تتبعها في الجانب هذية لأنه نظرية اللي هما موجودين في الجبال ما يتعاملوش مع البيد مش صحيحة أكيد عندهم خيوط منطع ارتباط ببعض الحواظن وبعض معلتها المناطق اللي تزود فيهم في الجانب هذية مهم جدا العمل على تفكيكها بشكل عام أنا نقول في علاقة بمقامة الإرهاب تقريبا من أكثر الملفات نجاحا في تونس هو عنده مدة باش نكونوا موضوعين للتاريخ منذ 2015 اشهدنا نقلة نوعية في التعامل مع المجموعات الإرهابية هذية ولت أكثر جدية الدولة في التعامل هذية ومرنا إلى سرعات أخرى لكن يبدو زادة خلينا نكونوا واضحين شوية بعد 25 أياد القوات الأمنية أصبحت أكثر منطلقة وتقريبا خلوا نقولوا معنتها معا ثم حتى حواظن سياسية ولا حتى عوايق تمنحهم من القيام بالعمل لامتاحهم هذية لذلك شفنا على امتداد ثلاث سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة عمليات نوعية جدا في علاقة بتفتيك المجموعات هذه تقولي سؤالي اللي طرحته أنت للناتق الرسمي هل أن يمكن الحديث نقوله صعيب شوية لأنه مناش عايشين في تونس في جزيرة محزولة وقت نشوفه الجزائر وتجربتها ومعركتها والعشرية الدموية معتها اللي صارت في الجزائر وبرغم ذلك مزالت بعض المجموعات الإرهابية إلى حد الآن ناشطة في الجزائر وقت نشوفه شنو اللي قاعد صار في ليبيا وللأسف مناشي خوفه في العباد ثم إمكانية التطور الأمور خاصة في الأسبوع الأخيرة وبعض المعارك المابين خلنا نكون واضحين أكثر ما بين بعض الدول الكبرى على ليبيا روسيا والصين وأمريكا وشفنا حتى الاحديث على قاعدة لوطية وعمليات انزال كبيرة برشة صارت هذية والصديق مصطفى عبد الكبير حكاية حتى على طائرات كبرى أمريكية قاعدة تسغل في القاعدة المتعلوطية من أجل الله أعلم ما معتها المعدات الثقيلة الجنجر فيها الصراعات اللي صارت في ترابلس مؤخرا هذا يأشر اللي حتى إذا كانت مكننا من محاصرة هالمجموعات هذية الإرهابية المعزولة اللي موجودة هذية في الجبال فإنه الوضع في الإقليم وفي أدول المجاورة لنا يخلينا يزهم نكون على قاعدة كبيرة من الحضر أنا نقول بالفعل تحية لقوات الأمن على المجهود اللي تكون بها بيسلكها لكل سواء الجيش ولا الأمن في أعلاقة بالجانب هذية ويمكن إذا كان أغلب المناخات في البلاد هذية أثرت والمناخ أثر على العديد من القطاعات فإنه تقريبا الحاجة المؤكدة في علاقة بالجاهزية الأمنية وفي علاقة بالقضاء على الإرهاب نتصور المناخ ساعد في علاقة بالعملية هذية